نظرة المجتمع للمطلقة وقلنا يا جماعة ما تخافش من المطلقة ومساعدة أنا في حالات كتيرة جدا جدا تبعتها وجدت فيها المطلقة بتسعى سواء الرجل أو الست المطلق حالة الطلق بتسعى لإتمام الزجة التانية على أكمل وجه وتتفادى الأخطاء بتاع المرة الأولانية وشو قلت شفت قلتلكم شفت حالات كتيرة جدا جدا نجحة في الأمر فنظرة المجتمع دي نخلي بالنا منها ومش معنى إنها مطلقة في أمعيوبة أو منقوصة أو هي اللي سبب في الأمر لا بالعكسية حصل غلط يسمي حصل غلط وتعلمت من غاطه هو كمان يتعلم من غلطه وأناوي يبتري حياة تانية جديدة ولكن بتصحيح الأخطاء القديمة تهنيت بفرصة لكن نظرة المجتمع قوية الكلمية ولا داخلية بيتك لإحسان ديها هتختف جوزك أو خلي بالك بقى ده هي كده هتخرب عليك أسلام مطلقة مين اللي قال إن ده معظم الله إلا مراحمة رب يعني أجد تي حالات بيحصل معهم كده لكن مش كل الحالات كده ودني بقى ما شاء الله عليك تبني بقى إن كل وص متعار في حياة المطلقة إن هي كذا طيب إحنا بنقول يعني الطلاق حل المشكلة ما هو شهوب المشكلة هو حل المشكلة وساعات كتيرة جدا جدا أن الله سبحانه وتعالى وجقناه وساعات هو فعلا كده وإيه يا تفرق يغني الله كل من ساعة هيغنيك وهيغنيها طالما استنفذنا وسائل الإصلاح وسائل الأمر في هنا وانا